تحب الكلاب لدرجة ان انتي حبيت تبقي الدكتورة مريم علشان خاطر تفهمهم وتعالجيهم او بحب الحيوانات كلها كل الحيوانات ام كان نفسي يعني لحد دلوقتي بصراحة نفسي نفسي اسعيدهم يعني نفسي لايق اي حل ان انا اسعيدهم وانا صغيرة كنت متعلقة جدا بالكلاب ام بالذات الكلاب اللي كانوا عند جدتي كنت متعلقة بيوم جدا وانا صغيرة وكنت متعلقة بجدتي جدا الله يرحمها فكت حب بقى خش في الموضوع اكتر وانا بقى سعيدهم مش بس بحبهم كده وخلاص فكان حلمك تكوني طبيبة بيطرية اه مصدر طبعا احنا شفناك في العتاولة وفي كبرى شادية في العتاولة بس كان شعرك طويل ومميز ايه اللي حصل دلوقتي انا شايفاكي قصتي لسه قصة؟ لسه قصة مبارح لسه قصة اه مش عارف انا بحب التغيير عن مثل بحب التغيير وبحب بحس كمان الممثل مش طول الوقت لازم يبقى شكل واحد يعني انا شخصين ببقى محتاج اشوف نفسي في كزا شكل في كزا لون ممكن يعني وبعين مش عارف احسيتني ازهقت شوية وبعين شعري خلاص احنا حضرك اكيد عارف يعني مع الشغل بقى وكتير وكده فالشعر بجد بيتعب حسيت انه اديله اديله فورسة بقى شوية قاعدة قدامي انا شايف عيون محمود الجندي شايفة اه يعني الجزء ده من تحت كده ده محمود الجندي خد ايه من شخصية محمود الجندي غير الملامة؟ ام اعتقد اكتر حاجة بجد احنا فيها شبه بعض ان احنا بنحب وبنقدر الفن جدا كل اشكاله وانواعه ودي حاجه هو دايما بيشجعني عليها بصراعه يعني انت عندك مواهب الغنى والرأس زيما كان عندك اتستاذ محمود؟ اه الحمد لله يعني بحاول يعني بحاول اتطور من نفسي بحاول دايما اتعلم اخد كورسات عشان بقى احسن افضل طول الوقت ام عشان ما صديش يعني افضل طول الوقت ما اتمرن وكده. طيب انتي لما ما جلكش التنسي ان انت تبقي طبيبة بيطرية وتبقي دكتورة مريم قررتي ان انت تسافر الهند وتسيب الدراسة ومش عارف انت هتعمل ايه? سفرت شهر قعدت سنة. صح. مضبوط تحيكت احلى سنة في حياتي. شخصيتي اتغيرت حياتي اتغيرت كل حاجة بجد في السنة دي اتغيرت تماما. ليه الهند? اه لا هو ما كانش قرار بصراحة هي جد ربنا. يعني هي جد حاجة بجد صدفة بحتة. كان فيه كذا بلد بختار منها. ما عرفش ايه اللي حصل. مهم ان بجد الهند كانت اسهل حاجة جد ساعتها. حسيت انه ربنا. لقرار يعني ربنا اختاره ليه فكملت فيه وبجد كانت احلى حاجة في حياتي. طب لو جالك دلوقتي بعد كل السنين اختيار مسلا انت تسافر كذا او كذا او الهند? اه غالبا احتمال كبير او احتر اخطر الهند اه. انا انا حبيت البلد احبيت الناس جدا وحبيت الكولتر جدا وفيها كل حاجة. بجد فيها كل حاجة. وبحب الاكل جدا متاعهم بصراحة. ايه اكتر اكلات بتحبيها سواء هندية او مصرية او. انا بحب الاكل اوي. يعني انا بقدر الاكل. اه. مش باين. بجعل انت كويس الحمد لله ده انت اتخنانة جدا دلوقتي. لا انت منتهرة شقة اتخنانة عدي انت يعني خمسين كيلو اتنين وخمسين. لا بس انا انا فعلا انا بحب الاكل. بحب الاكل بحاجات اللي هي. بحب المرخية اوي. بحب المحشي. بحب الاكل ده اتعرفت تطبخي. اه ابتديت اتعلم اه يعني بتصراحة مش شاطرة ايه بس انا شاطرة في البيكينج. يعني انا باعرف ابيك اكتر. اه بعمل حاجات حلوة بعمل عيش بعمل البيكينج انا بحبه بعض اخترع فيه بس الطبيخ من لسه مش اوي بتعلم يعني. وليه استاذ محمود كان شايف من انت صغيرة انت ممثلة. عشان انا اه حتى الالعاب اللي كون من لعبها مع بعض كان دايما فيها خيال ودايما فيها ام كنت اقعد مثلا انا فاكر فيه لعبة كنت بحبها قوي معانا انا كنت بوقفه كده. هو تقريبا ده اليوم اللي قال مومتي فيه لقل انت دي اكيد هتعمل حاجات كده. كان فيهم احنا قديم بنلعب. فانا عملا رسم حاجات بقى في دماغي بقول له اعمل شخصية مش حارف ايه اوقف ازاي اعمل ايه. فقلت له اعمل شجرة. فهو زي اي حد طبيعي يقف اعمل شجرة اعمل كده وعمل شجرة. قلت له لا ادي من الشجرة. الشجرة فيها هوا واعمل كده واعمل مش حارف ايه. وحتى ادي له بقى ادي له اداء. فهو يا حبيبي اتخد يعني هو حاس ان هو ايه ده وحاس ان انا بقى عندي خيال مختلف وشايفة الحاجات شبهه بقى شوية. ماما ما كانتش عايزة التمثيل. اا او. ما كانتش حبة اوي الفكرة. كنت عايزين يشتغل شغلانة مضمونة وبرده التمثيل مش شغلانة مضمونة اوي. كنت عايزين يشتغل شغلانة مضمونة اا 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 اخد شهادات اكمل دراستي. ابقى في السيف سايد اكتر يعني. محدش هيصدق ان مريم راحت عملت اا اختبارات لشخصية في الكبير اوي لان المخرج احمد الجندي اخوها الكبير. صح موظم. ما حدش بيصدق ان مريم بتعمل اختبارات لحاجة. هو الناس فاكرة ان الحاجات بتجيلي كده وانا قاعدة في البيت بختار ده عمله ده مش عمله ده ابعد ما يكون عني حقيقة. انا بروح كاستنجز قد كده زي زي الناس ممكن اكتر كمان. حتى لما دخلت عند استاذ خالد جلال انا عملت الاختبارات ويعني انا طول عمري ماشية المساري الطبيعي جدا لأي شخص بيحاول يبتدي المشوار ده. عندك اي من الحيوانات دلوقتي في البيت? عندي كلب اسمه كوكو. كوكو. اه. حبيبة سو مش كوكو خالص او كوكو. وكلبك الناس بتتخدع دايما لما بقول كده. بس اه بحبه او. فرج عليك في التلفزيون عارف ان انت بتطلع في التلفزيون ولا مستوعبت? مامتي بتوعبت بجد مامتي كل مرة بتوعبت حاولت اقعاد وتقول له بس ميرو اي ميرو اي بس غالبا مش فارق معي قوي يعني. لما بتغيبي عليه وترجعي. اه انا كنت لسه لما كنت صورة العتاولة اه كان بقالي مثلا ايه تلات اربع شهور مسلا ما شفتوش. لأ كت اه كت مأساة لما رجعت. طبعا جي واستقبلني وفرحان بي وبتاع وبعدين قعد مجد يومين تلاتة مديني دقما نشراد. بجد زعلان قوي. وكان من زمان بقى ما يرداش يأكل ما يرداش يعمل بتاع بس دقتي خلص اقول الاكل بالنسبة له اهم من اي حاجة. فانو بياكل كل حاجة بس بياكتائب برضو. يعني بيفضل زعلان بقى. لو توصفي كل حد فيهم بكلمة او علاقتك بي. بجد 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 كلهم كلهم احلى من بعض انا بجد كنت محظوظة. فعلا يمكن ما كنتش هطلع عالدور عامل كده من غيرهم. وهم فعلا من اول يوم مديني احساس العيلة. ومديني احساس ان هم محتوييني جدا وهم يعني مثلا السيد احمد السقق ده انا كده كده على المستوى الشخصي. هو طبعا شفني من وانا قد كده فانا اصلا بجد بحب حب مش عادي. وانا انا عاملة اخته كمان ده قرب الموضوع اكتر. وهو يعني انا فاكرة عمري ما هنساله بجد كان عندنا مشهد انا وهو مع بعض. وبجد هو قعد يساعدني واقعد يقولي ويقولي طب ما تقولي دي كده طب ما تعملي كده طب ما تعملي كده. هو مش مطلوب ده نجم يعني مش مطلوب منه خالص خالص ان هو يعود يعمل كده. بس هو عشان بجد بني قدم قلب طيب بطريقة انا عمري ما تخيلت ان في حد كده. وعمري ما تخيلت ان في نجوم كده. بجد كلهم متوضعين جدا بجد كلهم ام ناس بجد قلبها 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 كويس. مين كان اكتشاف بالنسبالك غير احمد السأل. لا هو ما كانش اكتشاف طبعا لانه انا بقولي حضرتك يعني اكتشاف على المستوى الشخصي. او لا يعني اا استاذ طارق لطفي مسلا بالنسبالي انا عمري وكنت تخيل ان هو دمه خفيف كده. هو بجد شخص دمه خفيف جدا جدا جدا. وبجد لزيزه وبجد اا اا برينس كده. هو كده شيك قوي في نفسه كده. وبجد جميل. كنت بتعمله ايه في الكواليز بتاكله ايه بتعمله ايه مين بيوت بخمة. يعني احكي لنا كده سريعا جو الكواليز. حبيبتي مي كساب يعني ربنا يخليها لنا كلنا. دي بجد بقت اختي. يعني انا بجد بحبها جدا. اا وهي هي اللي كانت متولية الموضوع ده. احنا كنا طبعا خاص بعد كزا شهر في لبنان فاحنا بجد كنا خلاص تعبنا. يعني خاصش قادرين عايزين نفسنا في اكل مصري وجاء علينا الرمضان وبتاع. فمي بصراح كنت متولية الموضوع دها اللي كانت بتجمعنا كلنا. وبتخلين اكل مع بتي اتعاملى روح اسرية لذيذة جدا. اااااااا وايسا الوزام طبعا بالنسبة لي كان اكتشف برضو اااااااا انا كنت عمري مشوفت استاذ باسم قبل كده. ما تعاملتش معي قبل كده ولا شوفته كنت خايفة منو شوي يعني كنت اللي هو بالنسبة لي بقى باسم زمراوور او ما عامل كده مشخص جد جدا تاع بجد باني قدم طيب جدا. وى وووو listener صريح جدا واللي على قلبه على لسانه وبني قدم بسيط وجميل ودمه خفيف جدا وقعادته لذيذة يعني ما تزهقيش ابدا من انت قاعدة معاهم يعني انا طول وقت وانا قاعدة معاهم كده على طول في اكشن يعني لازم على طول في حاجة بتحصل على طول في اكشن هدى الاتريبي كتكتشاف جدا 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 بالنسبالي اه هدى بني قدمة برضو بجد طيبة قوي بجد لذيذة بتجدعة جدا بتحب صحابها جدا هي زي مي يعني هي ومي بالنسبالي كانوا يوم الاتنين بجدد لوقتي انا بعتبروا من اخواتي يعني ليوم واقف معا كتير جدعة اهم 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 الاتنين قاعدتهم لذيذة دمهم خفيف ما لهمش في الابقى ما حدش بي نفس ما حدش بيعمل حركات ما حدش بيعمل ناس بجد كلها طيبة وقلبها طيب يعني لا بصراحة كوليس كانت لذيذة جدا الحمدلله كبرى محمد امام انتو صحاب باعتبار ان استاذ عادل واستاذ محمود كانوا صحاب لا ديكت اول مرة ديكت اول مرة نتقابل اكيد تقابلنا وانا صغيرة يعني اكيد كان في حاجات كده لانا فاكرا ان احنا كان في فترة حين تقريبا كنا كل يوم اه انا وبابا يا ممت عند الاستاذ عادل في المسرح بيعمل مسرح وكان ساعتا كنا ساكنين جنبه فانا فاكرا ان احنا كنا تقريبا يوميا عنده في المسرح بس مش فاكر بقى طبعا انا كنت ساعتها يعني صغارة فمش فاكرة بقى ايه اللي كان بيحصل ساعتها اوي بس لا دي كنت اقول مرة نتقابل بس بجد حسيت ان احنا ام يعني احنا ويكليكت على طول الكامستري كانت لذيذة جدا وهو بجد كان بني ادم جميل فعلا كان اه ساعدني اوي وخلاني يعني كنت خايفة اوي من الدور ده ممكن حتى يعني هو حتى لو مساحته اصغر بكتير قمي من العتاولة بس بجد انا كنت شايلة همه بطريقة لان انا انا عمري ما عملت ده دي كتا اول مرة يمكن يعني غير المسرح شوية بس كتا اول مرة اعمل كده واعمل كده واعمل الكاميدي ده وانا كنت بيخوف اكتر بكتير بصراحة فانا رايحة كمان في ملعبه يعني دي الحتة بتاعته فانا رايحة له لسه بجرب كنت لسه خايفة شوية لقيته بجد فكني جدا وخلاقي انا كنت حساسة بنلعب يعني انا كنت بجد مرتاحة وهو كان بجد بيساعدني وقاعد يديني كل الحاجات اللي قالي عليها بجد تقريبا هي دي اللي ننجحت دور نسمة او شادية او مريم شخصية هادي هي و لطيفة وطيبة وكيوت وسغنطوتة وكده ايه بقى الالعاب العنيفة والقتال وايه بقى البيديو اللي احنا بنشوفه لديه انا نفسي اعمل اكشن نفسي مش حس ان احنا عندنا بنات تعمل الاكشن؟ معرفش لها عندنا ناس عندهم بتهنشار يعنى كتير بس ما عندناش ادوار بتكتب لبنات وتستات في الاكشن ففي الحياة بتعملي اكشن ممكن تضرabي حد يعني متحطيتش اعملي في مواقف صراحة ان انا اضرب مش حس ان انا تحطيت في مواقف بس جزء انت بتتمراني مش في دماغك ان انا هو بدافع نفسي واعرف ادفع نفسي اعرف ادفع نفسي يعني لو تحطيت في المواقف ممكن بس اللي هو مش همشي يضرب يعني مش همشي يفتري عالناس يعني بس بتكميلي في التمرينة اه بحب يعني انا طبعا وقت التصوير ما بعش اكمل في اي حك ما بعش اعمل اي حك بس اه بس اه بس انا في العادي بحب اتمرن كيك بوكسين في العادي يعني بعيدا عن الاكشن اه لان الاكشن اكتر تكنيك وطريقة وزاوية كاميرا وحاجات يعني الاكشن في حاجات تانية اه بس انا في العادي اه انا بحب اتمرن كيك بوكسين جدا انتي بنجيل زد اه والله انا بايتش عارفة بقى حروف كتير وحاجات كتير بقى انا بايتش عارفة بقى الجيل يعني انا عارفة المستحوحات دي من زمان يعني بس اه ابتدت انتشر اكتر على سوشال ميديا اه بقى زي الكراش انه حد توكسيك ريليشنشيب توكسيك مش عارفة اي تانية الحاجات انتشرت الفترة اللي فاتت سيتيواشنشيب اه ام عملك عاشتي سيتيواشنشيب اه طبعا اكيد يعني احنا كل الحاجات دي اكيد اكيد عدت علينا كلنا يعني والحاجات التوكسيك والحاجات الازيذة والكراش والفليرتين كل الحاجات دي اكيد عدت علينا اه 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 اه